شباب الاخبار عاملين ايه يا رب يكون كله تمام معاكم. طبعا بما ان لكم عارفين ان انا قاعد في دبي وبشتغل في دبي وعملت فيديوهات كتير جدا عن دبي. كلمت فاعة مميزات دبي واكتر حاجات بحبها في دبي. وازاي تدور على شغل في دبي وازاي تلاقي شغل في دبي والمواصلات في دبي. اتكلمت فاعة عن حاجات كتير جدا اللي ما يعرفنيش. بص بص على الفيديوهات بتاعتي هتلاقي حاجات كتير جدا تقدر تستفد منها لو انت عايز سافر دبي او تسافر دول تانية لان انا سافرت ايطاليا قبل كده سافرت جورجيا. وفي فيديوهات تانية جاية كتير قريب ان شاء الله. فزمان تعرفين انا اتكلمت كتير عن دبي لكن ناس كتير طلبت مني ان انا اتكلم عن سلبيات الحياة في دبي. السلبيات اللي انا هتكلم عنها في الفيديو دي انا هي امور بس اقول لكم عليها عشان لما تكونوا جايين تكونوا عاملين حسابكم على الحاجات السلبية اللي موجودة هنا لازم تعرفوها ولازم تحطها في اعتباركم. جاهزوا نفسكم متنسلوش تعملولي اللايك الجامل بتاعكم. عايزين نوصل للقناة المئة الف مشترك. احنا باقينا دلوقتي تمانية واربعين داخلنا على خمسين الف ان شاء الله في قريب جدا. فانا عايز اوصل على مئة الف مشترك في اقرب وقت ممكن. يلا يا شباب كل واحد بس اضغط على علامة اللايك. طيب سلبيات الحياة في دبي او المعيشة في دبي. خليني مثلا اتكلم لكم على اول نقطة. انا دلوقتي بكلمكم منين? من جوة الورفة بتاعتي. عارفين ليه? لانا لو فتحت الشباك ده حالا ده انا بتكلم في اول حاجة سلبية. انا حاسس بالزبط او اقول لكم الاحساس ايه بالزبط? شفتوا لما بتكونوا طبخين مثلا اكل في الفرن بتاع البوتاجاز بتاعك وتفتحوا البوتاجاز. تفتحوا الفرن بتاع البوتاجاز اسف. ده اللي انا حاسس بدي الوقت. اول حاجة سلبية هنا ان درجة الحرارة في الصيف بتكون مرتفعة جدا بتوصل من خمسة واربعين الى اربعة وخمسين درجة مقوية. يعني شفت مجرد ما فتحت حسيت ان صهد داخل عليا. يعني حتى الهوى سخن. فاي نشاط او اي حاجة عايز اعملها برا ما عرفش ان انا عاملها برا. لازم اخرج من التكييف او من البيت على التاكسي او الباس. واطلع على مكان تاني برضو مقفول في برضو تكييف. مع هنا في دبي مش هتعرف تعمل اي حاجة او اي انشطة هنا في الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وده اول حاجة سلبية هنا في الامارات. حتى كمان بتلاقوا معظم الناس اللي هنا اللي بيشتول هنا بيسافرهم. يبدأوا يسافروا اجازات يرجاعوا بلادهم مثلا. فيه كمان اماراتيين بيسافروا مثلا اوروبا. علشان درجة الحرارة هنا بتكون عالية جدا. فالموسم بيكون نايم شوية كمان. فاول حاجة سلبية زي ما قلت لكم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. تاني حاجة سلبية هنا في دبي ارتفاع تكلفة المعيشة. الاسعار هنا جالية جدا في معظم الاماكن في دبي. انا قلت لي اصدقاء في الشرقة كانوا بيكلموني. وكانوا بقول له دايما الاسعار كويسة كتير جدا 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 وارخص كتير جدا في الشرقة. خاصة السكن لان اول حاجة الشخص يدور علي هنا لما بيجي دور على شغل او بيلاقي شغل. والشغل مسلا ما بيوفر لهش سكن. او بيدي له بدل السكن. اول حاجة بيفكروا فيها هكتن فين ومش هينام في الشرق طبعا. تكلفة السكن هنا جالية جدا جدا. الاكل والشرب برضو. جالي جدا هنا مقارنة بالامارات الاخرى. انا كنت اول مجد دبي هنا اول مرة انا كنت قاعد في سرير مع اربعة ب الف وتلتمائد درهم اماراتي. فالتاني حاجة سلبية هنا هي تكلفة المعيشة اللي جالية. التالت حاجة سلبية هنا في دبي وبما اني انا مصري انا شايفها اللي هي الزحمة. في معادين بيكونهم زحمة جدا. المعاد اللي انت راح الشغل الصبح من الساعة. نسلا نقول الساعة سبعة لحد الساعة تسعة. واخر النهار وانتم راجعين من الشغل او لو الناس راجع من الشغل من الساعة الخامسة لحد الساعة تمانية ونص بالليل. الطرق بتكون زحمة جدا جدا. حتى المواصلات العامة بتكون زحمة برضو. سواء بساط او مترو. بيكونوا زحمة جدا في الوقت ده. فلو انت راح تشغل مثلا الصبح اعمل حسابك انك تصح بادر شوية لو انت هتسوق او لو انت هتركب المترو لازم تكون عامل حسابك من المترو هيكون زحمة برضو. فالتالت حاجة زي ما قلت لكم اللي هي الزحمة في دبي. لكن هي بالنسبة العادية يعني. النقطة الرابعة ان هنا في الدبي بالذات مش هتلاقي معطنين كتير. يمكن هتلاقي ناس من جنسيات مطالفة خاصة الجنسية الهندية. وفي ناس كتير بتقول لك ان الناس دي لهم الاولوية ومش لهم الاولوية ولا حاجة. بصهم الحيانة في دبي عبارة عن بيزنس. والبيزنس يعني ما بيعترفش باي جنسية ولا حد بيعترف بدين. يعني البيزنس ما بيعترفش بدين. انا مسلا لو راجل فتح محل وجيبت مسلا عرب شتابلوا معي ولقيت العرب عندي مشاكل معي. وجيبت ناس هندي او فلبيني او اي حد من جنسية تانية ولقيتهم زباط للدنيا. لأ. ما انا هاخده طبعا. انا بتكلم عن نفسي والله هعمل كده. فما عدت محدش يقعد يقول هنا مثلا ايه لا ده بياخده الهندي. لا ده بياخده الفلبيني. لا ده بيزنس. ما فيش حاجة تزعل. انا شغال في اماكن اواته شغال مع ناس كلها هنود. ومشايف شغلي وكله تمام وماشى على المسترى زي ما بيقوله. فهنا ما فيش حاجة اسمها انه شغاله هنود او ما بيشغلوش هنود او الكلام ده. لكن نرجع لنقطة بتاعتنا تانية يمكن هنا ما فيش مواطنين كتير. بس بصراحة يعني الناس اللي انا بقابلهم محترمين جدا لو قابلت احد يعني احد المواطنين قال لي لو انت عايز تشوف مواطنين كتير يبقى عندك الامارات التانية مثلا زي امارة العين هتلاقي فيها مواطنين كتير جدا. اه عندك امارة الفجيرة هتلاقي فيها مواطنين كتير جدا. لكن هنا في دبي لو انت جاي وعمل حسابك انك هتشوف مواطنين كتير. لأ لازم تكون جاي. وعمل حسابك ان اللي هتشوفهم هنا من المواطنين عددهم ضئيل جدا لكن هتشوف جنسيات مختلفة تانية كتير هنا ومش بقول عيب هو بس ده نقطة علشان تعمل حسابك وانت جاي لكن هو مش حاجة سلبية ولا حاجة بس بس السلبية ان احنا يعني نفسنا نشوف مواطنين اكتر شوية النقطة السلبية الاخيرة اللي انت تكونوا عاملين حسابكو عليها برضو اللي هي ندرة فرص العمل لا طب يا عم ما قدر انت الفيديوهات اللي انت عملت تعملها لنا ده وتعالى دبي وما تجيش دبي ومعرفش بتتكلم عليه بالزبط انا بقول الفرص ندرة لكن مش مستحيلة الفرص موجودة وكل حاجة بس في النقطة عايز اقول لكم عليها حتى لما انا كنت بقدم مثلا بقدم على وظيفة تعالى نقول مثلا سكرتير وانا بقدم على الموقع ببص بلاقي عدد الناس اللي قدمهم على الوظيفة دي قريدي ببص لهم تلاتين اربعين سبعين فمش انت لوحدك اللي انت هتقدم على الوظيفة دي فدي دي معناها انك ده ما تقدمش لا اقدم وممكن ربنا يكون كاتب لك وظيفة في المكان اللي انت بتقدم في ده ما بين السبعين واحد اللي مقدمين معاك تمام لكن هي الفرصة بتبقى نادرة شوية لكن بتبقى موجودة لكن نادرة لكن وبنجرد كمان ما بتمسك شغلانا بعد كده سوق العمل في دبي بيتفتح لك وبتقدر تتعرف على ناس تانية وبتقدر دور على شغل تاني واماكن تانية واماكن احسن فهي دي كانت النقطة السلبية الاخيرة ان انت ما بيتلقي الشغل هنا برضو بسهولة بس هي دي الحاجات السلبية اللي موجودة في دبي علشان تكون عاملين حسابكم عليها مسلا لو حد فيكم هي الامارات قريب او خاصة دبي قريب بتنسوش بقى تعملنا اللايك كده وتتلعوا لي القناة بقى شوية لايكات على تعليقات على الاسف يشوفكم بقى الفيديو الجاية ان شاء الله الفيديو الجاي طالما نشوف هنعمل ايه في الجو الحر ده بس هي شكلها كده هيكون معظم الفيديوهات حاليا في الغرفة لكن ما هدخل الشتاء هيكون في مفاجآت فيالله اعملوا له الحالي ان هو اشتراك علشان تشوفهم الاماكن اللي انا روحها ان شاء الله في الشتاء بشكركم واخدوا بالكم من نفسكم السلام عليكم